قاعد تنتقد الموازنة يا أستاذ فالحة بطريقة واضحة أنها موازنة غير عادلة وغير منصفة لأبناء العراق هس تقاعد تتكلم بهذا المنطق بنفس المنطق الذي ذكرت تقرير لماذا لا اعترض لعب لا سيد العزيز أنا تكلم عن موازنة أكيد لا تنبي كل متطلبات ما يحتاج الشارع العراقي هذا الموضوع ما يتحمل مسؤولية البرلمان العراقي اليوم هذا البرلمان يتحمل تبعات وتراكمات موازنة مررت يا أستاذ فالح موازنة مررت الموازنة غير مرضية لا تلبي الطموح اشلون تقبل تمررها انت؟ طبعا أنا اعتقد الموازنة كانت منصفة إلى حد كبير جدا سواء في المحافظات الجنوبية أو في المحافظات الوسطى وأيضا كانت منصفة نوعا ما للمحافظات الغربية من البلاد وإذا نزلنا وتكلمنا عن المواد والفقرات الموجودة في هذه الموازنة أنا أقول لك لهذه الموازنة الوحيدة طيلة 15 سنة الماضية التي أنصفت أبناء الوسط وأنصفت أبناء الجنوب وأنصفت أبناء المحافظات الغربية وكذلك أنصفت أبناء الوسط والشمال والجنوب معناها هذه الموازنة سوبرستار لماذا؟ دع أسألك ليش هي لما أنت تقول هذه الموازنة أنصفت الجميع جميع المحافظات معناها هذه الموازنة جدا ممتازة وقبل شوية أنت تقول أنا مراضي عليها لكن مررناها أحسن من غيرها من الموازنات هذا كلام منطقي لا يا سيد العزيز لا تقيد العام بالخاص أنا أتكلم عن موازنة موزعت وقسمت على المحافظات العراقية حسب معايير معينة وضعتها مجلس النواب لكن أكيد هذه الموازنة هي غير كافية لمتطلبات الشارع العراقي اليوم أنا صوتت على موازنة 133 تريليون جزء تحتاج 150 تريليون